بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الثاني والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلهوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم لما أمر سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن هذه الصفات العظيمة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا اجتمعت كلمة المسلمين وصاروا جماعة واحدة وتحت قيادة واحدة وكان مرجعهم ومصدرهم الكتاب والسنة نهى عن الوقوع في مثل ما وقعت به الأمم السابقة من التفرق والاختلاف تفرق الكلمة وتشتت الجماعة والاختلاف في الآرى والمعتقدات لما حصل ذلك في الأمم السابقة حصل لهم الدمار والهلاك فالله سبحانه وتعالى نهى هذه الأمة أن تسلك مسالك الأمم السابقة ومنها التفرق والاختلاف في الدين لأن ذلك هو الهلاك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة وأمر باجتماع الكلمة وقال من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين من بعد قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين سبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثلي أو من كان على ما أنا عليه وأصحابي فهذا خبر معناه النهي عن التفرق والاختلاف والأمر بلزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال من بعد ما جاءهم البينات أي أنهم لا عذر لهم في هذا التفرق وهذا الاختلاف لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم البينات أنزل عليهم الكتاب الذي فيه الذي فيه بيان الحق وبيان الضلال فما كان له من يتفرقوا بل كان عليهم أن يجتمعوا على هذه البينات وأن يسيروا على منهجها لكن لما أعرضوا عنها حصل بينهم التفرق والاختلاف لا عن جهل منهم ولكن عن هوى وهذا هو الهلاك الذي ليس بعده هلاك فالله يذكر هذه الأمة أنه قد أنزل عليها البينات وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعليها أن تتمسك بذلك وأن تصدر عنه برأي مجتمع ولا يكون كالسابقين الذين اتبعوا أهواءهم وتركوا ما أنزل الله عليهم من البينات وأولئك لهم عذاب عظيم أي الذين يتفرقون من بعد ما جاءتهم البينات واتضح لهم الحق وإنما اختلفوا لأهوائهم ونزعاتهم فقط لا عن جهل بالحق وإنما لتحقيق رغباتهم فهؤلاء لما أعرضوا عن كتاب الله استحقوا هذه العقوبة وأولئك أي الذين تفرقوا واختلفوا لهم عذاب عظيم لا يعلم شدته إلا الله سبحانه وتعالى لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به كما قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتابة إلا من بعد ما جاءتهم البينات فواجب العباد أن يشكروا الله على ما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة وأن يتمسكوا بذلك وأن يرجعوا إليه فإن الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الوحدة بين المسلمين واجتماع الكلمة كما كان عليه صدر هذه الأمة لما كانت ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أمة واحدة سادوا العالم وفتحوا الفتوح وبسطوا سلطتهم على أكثر المعمورة لما توحدت كلمتهم على كتاب الله وعلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه الآيات آيات عظيمة وفيها المنهج الواضح لقوة الأمة في أنها تكمن في هذه المقومات الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا شك أن الدعوة إلى الخير تكثر بها الأمة فيكثر الداخلون في الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصلح به الأمة مما يصيبها من خلل ونقص في سلوكها فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقومانها وبذلك تصبح أمة رائدة وأمة قائدة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وإلى الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر